اشتركوا في القناة 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 وعافنا وبلغنا رمضان وارضى عنا يا رب العالمين بسم الله أمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اشتركوا في القناة حلقة جي في اليوم العالمي للإذاعة تحية لكل الإذاعات في تونس خارج تونس للإذاعة الوطنية للإذاعات الخاصة للإذاعات التاريخية اللي عرفها البشر في مختلف تجاربهم منذ اختراعها الآلة السحرية اللي هي المذياء تحية لكل الإذاعات لكل زملائنا لكل الإذاعات الشقيقة الصديقة المنافسة وغيرها لرواحنا برغم الظروف الصعبة اللي تحكي عليها سونيا الدهماني ظروف شفنا فيها إذاعات للأسف مشيت كما إذاعة شمس أفام لكن الحمد لله أصدقائنا في شمس أفام اليوم موجودين في الإذاعة الوطنية في اليوم العالمي الإذاعة تحية لكل إذاعي العالم إذاعي تونس وخارج تونس جيهان تاتي بالإذاعة وعبر ميكروفون إيافام نشرة المرور في اللنفوت رفيك سبعة وشرين دقيقة مباشرة كونغرس اللوردات النشاط الرئاسي مكثف سلسة من الاستقبالات البارح لرئيس الجمهورية لعدد من الوزراء والمسؤولين رئيس الحكومة أكد معه كالعادة على تطهير الإدارة اللافت في هذه الاستقبالات استقبال سيد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات وين الرئيس قدم مجموعة من التصريحات المهمة بيش تكون موضوع اليوم لتعليقنا رئيس جمهورية قال كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية رفع اللوبس نهائيا عن قصة الانتخابات الرئاسية ومعدها الرئيس يقول أيضا الانتخابات لا يمكن أن تكون نزيها إلا بالتصدي للفاسدين ورئيس الدولة أيضا في تصريح اللافت هذا من غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي السؤال اللي بش نطرح عليكم هل حدد الرئيس المربع متاع اللعبة اختار الرئيس خصومه هل أن قصة لا يمكن لأحد أن يتقدم عنده تلاحق قضية أو حكم غيابي هذا بش نتضروه في القانون الانتخابي جديد بما يعني أن قائمة طويلة من السياسيين اللي اليوم عندهم أحكام اليوم عندهم أبحاث تحقيقية في حقهم بش يكونوا خارجوا اللعبة هذا اللي نحب نسمع آراءكم فيه وطبعا بش نزيدوا نعمقوا أكثر لأنه الرئيس عطى تصريحات أخرى ليفتح حتى في هذه المسائل قاطعوا يقول الرئيس لانتخابات المحلية والتشريعية ويحبوا يجريوا فقط كان على الانتخابات الرئاسية لأن ما يعنيهم كان الكرسي بتاع رئاسة الدولة الرئيس ينتقد في معارضيه هل محق في انتقاده لمعارضيه أم أنه من حقهم أنه يقاطعوا انتخابات ويشاركوا فيه أخرى أم أنه الرئيس متقلق من نوايا البعض المشاركة في الانتخابات الرئاسية يلا المجال مفتوح للتعليق قل نبدأ بمراد عائدا من والله الكلام اللي قاله الرئيس البارح هو أكثر منه تحليل سياسي كتحليل قانوني مع العلم أنه رئيس الجمهورية في هذه الحالة في حالة الانتخابات الرئاسية عليها أن يكون أولا على نفس المسافة لسبب بسيط هو أنه يمثل الإدارة خصوصا في نظام رئاسي وهو منافس أيضا وهو منافس في نفس الوقت وثاني حاجة من المستحسن أن لا يؤثر من توا على الحملة الانتخابية لأنه هو الوحيد اللي قاعد يشارك فيها معنيش اليوم ناس قالت وأنه بتشارك في الحملة الانتخابية بالتالي وقت يقول رئيس الجمهورية أنه من دعوا إلى مقاطعة انتخابات عصا مجلس نواب الشعب يعدون العدة بكل الوسائل الموعد الانتخابي القادم لأنه لا هم لهم سواء رئاس الدولة متناسين ماذاهم قريب والبعيد مواصلين في غيهم وفي أحليهم اليقظة والنوم والاجتماعات السرية رجعنا في الحكاية متاع الاجتماعات المعلنة والسرية يقول لهم تناسوا أن المسؤولية مهما كان درجتها داخل دولة أو خارج مؤسسة هي بتلاو ووزر ثقيل وليست كرسيان وجها إيه هذا الكل متناسين مش تمنع به أين كان حتى السيد اللي ما شاركش في الانتخابات المحلية ويعتبر أنه رئاسة الجمهورية هي كرسي وجها إيه بش تقول له لا ما شاركش بقى ما سيف يعني أنوا قاعدين ندخلوا في معيار إذا صح التعبير أخلاقي في ما هو قانوني وشكلي بحث ما نجم حتى حد يعطي سمحني في كلمة سرتفيكة في منافسيه ماشين في هذا الاتجاه هل الكلام هذي سيترجم قانونا وفصول خاصة وأنه اللافت اللي هنا الرئيس ما هوش يحكي مثلا مع أنصارو الرئيس يحكي معه رئيس العليا المستقلة للانتخابات اللي هو مش من أنصارو خليني نحكي نحكي أن الأمور في شكلها نجم تطبعك وفي شكلها ليزي رد بالك أكسياري أكسياري كنت تتنفس المسلة 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 القانونية الوحيدة واللي أنا في هذا معا رئيس الجمهورية لأول مرة اليوم عنا الإمكانية وليزي تنجم تلعب دور في هذا في مسألة تمويل حملات هذا معقول براجراف اللي كتبوا الكل على تمويل حملات المشبوهة بالمال المشبوه هذا أخلاقيا وقانونيا مع شواريك سونيا يستقي ما عندك ما تلومه رئيس الجمهورية كيقول لك لماذا وصحي ما لم ألأ شيء مش كنت تكملها في كلم الرئيس لا أنه من تو قاعد ينعت في من ينوي الترشح وحقه في الترشح بأنه لا يعرف أن رئيس الجمهورية هي وزر ومسؤولية وأنه هذه الاجتماعات السرية والمعلنة بربي شو معنى وين الاجتماعات المعلنة شكونا عمل الجمهورية ثم السرية بش تداول موضوع والسرية شو معناها السرية خي ما ويا عم الاجتماع مع الناس اللي معاه مع حزب مع العلم أنه حزب الطيار كيف أعمل مؤخرا الاجتماع المعلن معناها شوف شنو منعوه صار تمشي معناها هاي الاجتماعات المعلنة شنو ما وش مفهوم بالضبط هل أنه رئيس الجمهورية اليوم تحت تأثير مستشاري لأنه هذا الكل مش بش يخدم واحده الرئيس هل أنه مستشاري في نفس الوقت قالوا له ما يجيش نوخر الاجتماعات ما يجيش نوخر الانتخابات الرئاسية وهذا تأكيد مهم خصوصا وأنه اللي زي صرحت بكل وضوح أنه ستتم انتخابات وهذا يدل على التناغم بين اللي زي ورئيس الجمهورية لكن في نفس الوقت اليوم يبدو لي أنه ناس اللي قاعدة تخدم على رئيس الجمهورية محتارة بين بعض الحلول بين بعض التوجهات هل أنه الرئيس ما بين ظفرين يختار منافسيه هل أنه يحلوا اللعب ووقت يولي الانتصار الانتخابي غير مضمون نوك يبدو أنه حسب رأيي فما شقوق تحاول أن تعطي رأيها ولكن اللي قالوا البرح نعتبروا أنه في شيء من الإسفاف ومن المبالغة نوعا ما لوصف أي منافس بأنه غير واعي وغير أخلاقي وما عندوش خلي هي اسمها انتخابات مفتوحة اليمن بالشعب ما هو احنا نمنوا بالشعب وفي البرنامج هذي احنا نحكيه على الشعب تقريبا عنا معناه كمية متاع كلمة شعب مستعملة أكثر من لوكسيجين في برنامج عنا أجند اليمن بالشعب ما يخافش من الشعب وما يقولش للشعب أعمل هك أو هك خلي الشعب أطيعكم للشعب خلي الشعب خنسها لسونية الدهمانية بعد إذنك أستاذ نجيب خلي كالعادة المنوئين استدرجوهم يلقيوا كالعادة المبرات متاحهم وانحنا العصال حكل وبيسفيفهم بيسفيف سونية الدهمانية سونية الدهمانية مراد مراد الزغيط يتحدث على يا رئيس خلي العملية مفتوحة متى كانت في الديمقراطية حتى العملية الانتخابية مفتوحة شلوموا على الرئيس أنه جاء قال يزي واحد عنده دوسي قضائي ما يزمش يترشح الشيء اللي عنات منه الساحة السياسية حتى ميعت العملية السياسية اللي هذا جاي جاي بفاليشته على السلام أنا نحب قيمة والناس كانت معناها متقلقة حتى من المشهد هدايا قيمة العملية السياسية قيمة الإجزرسيس سوبرام بتاع البوفار اللي هو رئاسة الدولة عنده لها شروط في كل الديمقراطيات يا أخي هكتشوف الولايات المتحدة في الأخير ردوا الجمهوري والديمقراطية يتنافسوا اليوم الرئيس وين يخطأ يا سونية كيقول اللي عنده قضية يلا سونية منعرش إذا كان النجم نحكيه على خطأ أما النجم نحكيه على قلق مبرر كيف عندما تكون لاعبا وأنت من تحطد قواعد اللعبة هذا هو القلق أن تكون لاعبا لأنه رئيس الجمهورية هو الأول المعني بترشح لرئيس الجمهورية والوحيد يبدو لليو تقريبا على الساحة لكنه هو في نفس الوقت من يحدد قانون اللعبة هذي من غير الممكن من غير الممكن أن يحدد رئيس الجمهورية من سيلعب من له الحق أن يلعب وقتاش نزيد يكثر القلق عندما يغير رئيس الجمهورية القواعد العامة للقانون وهو رجل قانون من غير الممكن يقول أن يترشح من له حكم غيابي يدينه كيف هذه؟ علشه؟ لأنه وقتاش تثبت الإدانة بحكم النهائي وبات ومن الذي يدين هو القضاء ومن الذي يقرر أن الفاسد فاسد هو القضاء بحكم النهائي وبات وفي إطار محاكمة عادلة وقضاء مستقل وهذا من الكل ما عنتناش لعننا قضاء مستقل لعننا محاكمة عادلة على ضوء المناخ اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم وخاصة خاصة ما أخشاه رئيس الجمهورية يقول كلمته في المطلق وهو يخاطب زيد أو عمر أو سيد أبو عسكر أو مواطنين في الشارع والمنبطحين ينفذون هاي يجري يجير ورئيس الجمهورية قال وقل يقول رئيس الجمهورية اليوم ما نخشاه أنه كلام رئيس الجمهورية يقع بالورته في إطار قانون اليوم اللي صادر ضده حكم غيابي ما ينجمش يترشح النتيجة شنون يتكون حكم غيابي ربي وانتي حكم غيابي شنون سونيا حكم غيابي أنت تنجم تكون عندك عندك حكم غيابي انت في بالك شبي ها بشو نقولك كيف تصير الأمور زيت يشكي بعمل أنا نشكي برهن بسيس تك 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 مشي تشكي تعدق مشينا وقفنا مثلا قدم باحث ببداية ام بعد اخرجنا وتنسيت الحكية متنسيت بعد تسمحت أنا وياك دايق تسمحنا توصل قدم المحكم تتحال المحكمة ما متوجهش استدعافي في بالك في بالك اللي المحكمة متستدعيكش يزمن كنتي تبدأ تبدأ تبع فك المحضر متاعك كذاك بتاريخ بتاريخ الإحالة بعدد المحضر ويصدر ضدك حكم غيابي ونهار من نهارات انت تبدأ في كنترول هكية معناه خارج من المطار ولا في كنترول متاع 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 هل تعتقد أنه الزادة اللي عندهم أبحاث تحقيقية مفتوحة سيكون لهم الحق في أنهم يترشحوا انتخابات الرئاسية أم لا يعني اللي جارية ضدهم تحقيقات في تقديرك هو قال حكم غيابي حكم غيابي اللي هو اللي هو معناها أبسط ما يكون أي مواطن ما تعرض له أي مواطن معناها تنجم تلقى آلاف مؤلفة من المواطنين صادرة ضدهم أحكام غيابية يجيوا بش يترشحوا لرئاس الجمهورية يلقاوا صادرة ضدهم أحكام برع ليك حتى نجيك حتى تعترضه حتى تتعين لك جلسة وحتى يتحكم ويزم يتحكم بعدم سماع الدعوة نعم فمن باب أولى وأحرى اللي محطوطة معناها محلول فيهم بحث بحث تحقيقي ولا ننسى أنه رئيس الجمهورية صدر فيهم أحكام صدر فيهم أحكام معناها بفموا بنعتهم بالفساد بالمجرمين وقال من يبرئهم فهو شريك لهم لأخبار ونرجع أحلى غد يوم السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة نجيب استمعت وولا عياذه بالله ونزيد ونأكد وأنه ناقل الكفر ما هوش كفر لأ الأفكار نتهى المجموعة هذية عصبية حكا ها شبيك منحاز لأ ما نخلي فيها لاز بش يعمل الرد المزلزل عليكم ليه سخن فيه اي شنيه شبيك نجيب اسم الأليك بولير ما يحبوش قوانين لعبج ما هذومة في الانتخابات مرهين نقبل البارح تقريب الجامعة هذي كن يقولوا ما فهمش انتخابات والرئيس غير على السلطة ما عادش بش يعمل ما عادش بش يعمل انتخابات اللي عنده حجرة في في دي هير ما ماذا بينا يتحدد تاريخ لا محدد لا عطينا تاريخ في تاريخ نحظة عاد رئيس ليزي قال في بش تتعمل ما بين سبتمبر سبتمبر والرئيس قال ماشيين فينا في التواريخ هاو مش غير على السلطة هاو مش الانتخابات تولي وكيفيش وما كيفيش مع انت الرئيس اعطاهم مثال على حكم غيابي الواحد ينتميل تنظيم ارهابي اذا كان سنية الدهماني ما عندش مشكلة الواحد ارهابي يحكم تونس الشعب التونس يعملو مشكلة على واحد ارهابي يحكم تونس اذا كان انت ما عندكش مشكلة معلقتلو جنودنا معلقتلو امننا معلقتلو شكري بالعيد ما قلتو محمد البرامي يحكمو تونس الشعب التونس يعملو مشكلة ماشي يعملو كيف يشدخل هذا معلقتلو شكري لا هم يقولو قال لكم نجيب حاسبوه في الرئيس حاسبوه على الجملة جملة واحد مثلا من تميل تنظيم الرئيبي موش معقولي درجة يخبط رئيسي هذا الرئيس شكري معلقتلو شها وكيفيش وما كيفيش شكون اللي اقتل شكري بعد محمد البرامي والامن الرئيسي والحرص والجيش مش الارهابيين ما هم الارهابيين قدم المحكمة اليوم الارهابيين شكون اقتلهم بلقى الرئيس الجمهورية مدخل هذا في البيان ما فهمتش أنا خلي واسخ ما أنا الارهابيين داني اليوم اليوم لا يعذر جهنوا بجهلة الآن موجودين موجودين في الجهون متاع المحكمة شي ترشحوا رئيس الجمهورية سنيا 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 حاوي قل لك بوضوح رئيس لا ينوي لا اقصاء عباد تعمل في العمل السياسي عباد التنوي الترشح في اطار القوانين الموجودة والمعتاد والعرف السياسي لسايد منذ 2011 رأوا انتو بتحبوا تلسطوا فيها انو يحبوا يقصي هو يقال لك ليه الرئيس كان واضح دقيق ستعمل جملة اللي منتمين لتنظيمات الرهابية مثلا ما عندهم مش حق يترشحوا في غابية فقط عليش قال لكم تحملوا الرئيس في كلام اخر هذا شكال لك نجمي كملة مدام موسي مش متهمة بالارهاب نجمي مدام موسي مش عندك قضية متاع ارهاب اتيمات تنظيمات ومحاول تغيير لدعم الدولة لا موطعت كل شيء ومشت جنحدت جنحد مزيل عندها القضايا مزيلت عندها قضايا اخرى مرسوم اربع وخمسين عندها حاجات مرسوم اربع وخمسين عندها سبعة ولا ثمانية لا شكي بها ليزي مش فقط لا بارا بار ما عندياش قضية هابية لا بي بي تفضل واسل ما قريتم متروجوش عندكم مسئولية عنا عام كامل عنا عام كامل عنا عام كامل يدني سمحي سمحي مشاتين اشو ما دروس توليش احرام متروجو في الغلط ايش عندنا شبينة ما مسئولية اخلاقية احرام متروجو الغلط واضح طوي الرئيس جيل مثال واحد ينتمي التظيمه ايبي تأويل تعليق شكو باشكن يقصد زعم عطا ميثي اعطا ميثي عليك البيترواء البيترواء مفياش الحكم من الغيابية قلو ميجيش يا سيد رئيس ااااا هاية الانتخابات واحد محكوم غيابيا في تقظيم ارهابي يترشح رئيس الجمهورية اه معناها الرئيس يقترح عليه انو موش فقط يلزب يعطيك صحة يلزب يجيب بطاقة خالية مساء وبك العادلية بما فيها الحكم الغيابية بما فيها حتر في البيترواء ما يبداش فهمى الحكام الغيابية القانون ما يطلبش بيت رواء الفانة قانون الفانتهي الفانتهي فانتهي قالو فم ناس قاطعة الانتخابات ودعت المقاطعة الانتخابات وجندت امورها بش تقطع الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية واليوم نحبه لنكره جابت الخلاص بقية نجيب الشابي قال بش نخذه موقف ينشيرك وينقاطع كجابت خلاص مع انت انت تجي تضرب اشتر المصار السياسي وتقول يا شعب تونسي قاطع وذين متمثلش التوارسة وهذا برلا من سوري وهذا المجال الجيات والقاليم بدعة ما صارتش في العالم والنصبات ضعيفة وكذلك ومن بعد اجي تشارك في الانتخاب الترئيسي عاتيني في هذية نجيب حقهم ولا مش حقهم سمحوني دقيقة واحدة سمحني نجيب سأل معايا في النقطة هذي بالذات اشتقول لنا بالحاج لمن العام للتيار الديمقراطي في نفس السياق اذي اللي اكتب قال رهو رئيس الجمهوري ذكر دعا لمقاطعة انتخابات المجلس التأسيسي في 2011 وقاطع الانتخابات التشريعية في 2014 وقاطع الانتخابات التشريعية في 2019 ودعا المقاطعة الانتخابات البلدية في 2018 وترشح الانتخابات فقط الرئاسية في 2019 اش معناها؟ معناها الرئيس مشكلته يحب على الكرسي كما يتهم الان خصومه اللي يحب يترشحه لرئاسية كيف تجيب نبي الحاج؟ نقوله يا سينا بالحاج لان انتخابات 2011 و14 والتشريعية لا تعبر على ارادة الشعب الحقية لان انتخابات مزيفة بالمال السياسي في الشهد التطير الديموقراطي فنعم هذا الطير الديموقراطي مقدم قضية بالشي هذا بهشاهد الطير الديموقراطي مع انتها الوستيف قيس سعيد ما شاركش في مهزنة فيها تسنيف الايرادة الحقية لشعب التوصoko لكن المال العب حتى في الاتخابات الرئاسية في 2018 اللي يشارك فيها الرئيس قيس سعيد اللي يشارك فيها الرئيس قيس سعيد اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين سراع ما بين المال السياسي الفاسد والأخوان المسلمين ولوبييات تعركوا في بعضهم الشعب التونسي ارتابش بل ان اخذ قاية السعيد وقاية السعيد اخذ الامانة وانقح الدستور ولبى نداء الشعب خمسة وعشرين جويلة وطبق فصل الظهريني اللي هو نداء في الواح سؤال بري نكمل فكرة وبعد اس لانه على صنية وكاذي ما وهي قاية تعرف قاية لك لعنة لا قاية مستقل ولا دي ولا كاذا ولا هيئة عليا مستقلة الانتخابات ولا حد شيء والظروف هذي مش موهد. وانا اليوم انا اليوم انا اليوم نقول الفم حملة على مؤسد دولة ومنها المؤسد القضاية انا كرال مرزوجي وليت المارح يعمل في نادوة ويحب قضاعة يحطوهم في دول الاجنابية اللي هما ضد الديمقراطية مع انت كما عاملوك العامل عبدالله القليل وخالد بن سعيد. نقولو يا مرزوجي يا سنيا الدهماني. اوه. اروا والتاريخ مش نفسه اروا والتاريخ مش نفسه. وقت الي حطواها عبدالله القليل وخالد بن سعيد. لان وقتها حمايةا لشخص. اللي هو حماية لشخص للسيطرة على السلطة. اليوم الشعب هو المسيطرة على السلطة. مش AS قاسل. اليوم الشعب مسيطرة على السلطة. بحقا?amanه. بحقك? الاستاذ قايس عيس. الاستاذ قايس عيد يعبر ليرادة الشعب التونسي في حكمه. الله أكبر يزي. الحكم الشعب لي جاته. سؤال بعد تخلي سونيا تاخو حق رد على الكلم الاختير اللي قالوا نجيب. آآ يخي. كنت هنا تقرس بي اسم سونيا. لا لا. مالشي حق رد رد يعني حق ربو أبو رهيش كوني سعي. أنا بورهينا حقه واحد يعني. نجيب أبدعت. أبدعت يزيهم خليهم توه هما توه تحت مفعول لكاماتك توه. كيما كلاي مع فريزين ديخين مع بعضهم. أخي قريت محمد علي كلاي نهدتون. لكن على فكرة للأسف نجيب نجيب للأسف السفارة الفرنسوية دعت الاسترجاع الكيك بتاحها. والاسترجاع الهداية. الوا. كفالي ما تستيش مواطن فرنساوي رأو. يلا. لا انا انا اش قلنا عليه. شوية. شوية. يمشي. 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 سقطة خلاقية كبير. موراد يلا. ننشقونا. لا لا ما تبيعش. مورادك انت. نجيب نجيب. اختر مروحك يا مورد الصباح. والله سقطة خلاقية. انا ايه اش قلت عليه للرجل. يلا لا. شنو هذا كلمان اش قلتها موراد زطة خلاقية. اسمع. هو بشي قدر بيت شكاية. ربي نور الحق. ما قلت شين. لا عاد ستوب ستوب. ربي سيد المخرج. ستوب. اسمعني مانيش رانة تاو هنا. مجموعة تعم هبلة. قاعدين يعملوا في قهوة في قهوتش منططو تاو. رانا في الموضوع انتي خبيت الرئاسية. اللي هو. مش قلت عليه وكده ليه. انا هو معقول يقول سقطة اخلاقية وتوسك تابورين في البلاتو بتاعك. باي خلي اما بعد. والله اتأثرتان المحل. لا والله يا الله. احنا مهنيين. حاسبوه في القوف. موش تاو لا لا باختصار. انا نسل السؤال بري. الرئيس والاغلبية اللي معاه. شاركت في الانتخابات المحلية ولا لا? نسل فيك. ما نجاوبكش. لا. جاوبني. رئيس الجمهورية يعتبروا انه من له المشروعية للتقدم للانتخابات الرئاسية. هو لمن شارك او اعتبره وانه كل المسار يستحق المشارك. دكوردو كل المسار. باي. انا نسل شبيها رئيس الجمهورية. ما عندوش حزب. شارك في الانتخابات المحلية. في انتخابات التشريعية. ما فهمتنيش. ما فهمتنيش. معنا انت كتنعت انه من لا لم يشارك. اي. في الانتخابات الانتخابات مجلس نوع. ودعاء الى المقاطعة. ودعاء الى المقاطعة. اي. لا يستحق لانه اه عميه تطمعها للكرسي ومنعرف شنو. يا اخي هل انه انت عندك اليوم احزاب او حزب واحد شارك باسمك وانتي سنته كدليل لاهتمامك بالانتخابات التشريعية والمس المحلية. مش صحيح. لانه الرئيس خلى خلى اللعب محلول برشح زيب قالت انا من من الاغلبية الرئاسية دون ان يساند اي واحد منها. وهذا دوره. ما كانش معني هي. يا ولدي ما تفهمين. دونك انتي ما تجيش جي للناس الاخرين. المنافسين بتاعك. تلومها اني شبيها هي قاطعة ولا دعت المقاطعة. في عين انتي نفسك. في الاخر ما شاركتش. دونك فهمة نوع من اللي انتش يجيم في هذا الكلام. واضح واضح بربي يا سونيا. مكملنا. بقى اكشوفو تلت لجمو تتشوفو كرسي نجيب انسى حب راو حساس. راو رومانسي. سيادو سيادو عليه معاش تقولولو كلم. ودي جال كلمة ما فهمياش راو قلتو سقطة اخلاقية ولا كذا يعب عليك يا مورا. دو غزل لو قداش حساس انسى حب. مانيه هو في العيني دمعة. وانتي خليت هنا. خلنس مع خلنس مع سونيا فيه ثواني. على ما زم حب نحكي فيك فالي. شوفت 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 هو هو يعمل في العيب المكرة ويرجع للماضي. سونيا في ثواني. في ثواني شوف انصار رئيس الجمهورية. يدافعون على حاجة لا يمكن الدفاعية. لانه لانه رئيس الجمهورية قيس سعيد. فما قيس سعيد ما قبل الرئاسة. وقيس سعيد ما قبل خمسة وعشرين. هو نفسه يغذر له مش عاقله. مش عاقل روحه. رئيس الجمهورية. في كل الجوانب. في كل ما قاله رئيس الجمهورية. قبل ان يكون. لا. ابدا. ابدا. فيما يتعلق. فيما يتعلق بالمقاطعة. فيما يتعلق بقانون الطوارئ. فيما يتعلق بألف حاجة. المواطن قيس سعيد. معناك يتحطوا فاسا فاسا. هل تغير الرئيس؟ تغير جدا. تغير جدا رئيس الجمهورية. مشحيح. مشحيح ونجموا بالنقطة بالنقطة. مشحيح. سمحني انت. هو هو نادة. هو نادة مثلا للمقاطعة. في انتخابات ترشح لهم بعد ترشح للانتخابات. نعم. واصبح رئيسا. نعم. وينعت الانتخابات السابقة. بالفساد. وبالمال الفاسد. في حين هي المكنته انه يوصل لسدة الحكم. لسدة. وواصل رغم. رغم انه. علق الدستور. واكتب دستور جديد. واصل المدة الانتخابية الكاملة على مقتضاة دستور. الفاسد مدعفين واربعتاش. متفهم حتى شيء. يلا. لنفوت رفيك ونرجع. يلا سبعة واربعة وخمسين دقيقة. مزلنا مواصلين نحكي. ولكم على. الماركة المولود جديدة. متاع ايتل. اللي هو تليفون باي سيكنت سانك بلوس. يلا حكينا البارح على باي سيكنت سانك بلوس. اللي يجيكم بشارج ساروخي. خمسة واربعين واط. اللي يمكنك من انك تشارجي تليفونك حتى لسبعين بالمئة. في قداش وقت. ثلاثين دقيقة اكهو. ويكفيك نهار كامل. من الاستعمال. اما اليوم بايش نحكيه. وعلى اللي اكران. ستة فاسل ستة بوس. تسعين هيرتس. متاع. ال باي سيكنت سانك بلوس. اللي تخليك تتفرج. وتكونكتي بكل اريحية. وتعتيك تجربة بصرية اكثر سلاسة واك امتاع. باي سيكنت سانك بلوس. يجيكم زادة. بكات جيجا دو غام. اكس تنسيبل حتى الاثمانية. معاهم. ان بروسيسور اوكتاكور. اللي يضمن لك اداء رائع وتجربة لعب سليسة. وما تنسي. وش هذا هو الاهم? خاصة خاصة انه هذا الكل بسعر مقترح. باربعين وتسعتاشين دينار اكهو. تستنعونا مالا غدوة كالعادة. باش نزيد ونحكيه لكم على اكثر تفاصيل. امتاع المولود الجديد. الايتال. اللي هو تليفون باي سيكنت سانك بلوس. يلا نواصلوا الاخبار البارحة. هيئة الدفاع عن القاضي بشير العكرمي. تعمل ندوة صحفية. تحكي على تفاصيل وترد على الاتهامات الموجهة للقاضي بشير العكرمي. وتنفي اي علاقة بينه وبين حركة النهضة. لاستطلاع اكثر تفاصيل. اه بخصوص الندوة الصحفية هذه معاي على الهواء مباشرة. الاستاذ محمد علي غريب عضو هيئة الدفاع عن القاضي بشير العكرمي. استاذ محمد علي اسباع الخير. محمد علي تقريبا البشير العكرمي حالة فريدة. تنقسم فيها الرأي العام. ما فماش منطقة رمدية حوله. بين الملائكة والشيطان. جزء من رأي العام هو الشيطان بعينه. جزء من رأي عام اخر يقول لك هذا رجل مظلوم. بل بالعكس هو كفاءة. بل بالعكس هو اضافة نوعية مشهود لها دوليا في مهمتك قاضي. شليه الحكاية؟ والله كان بدي يعني يكون كلامك اه اه صحيح لانه الجزء الذي يعتبره هو شيطانا. ايه. هو الذي تغاء. وهو الصوت الوحيد يمكن اللي سمعناه تولى اه اه سبعة وثمانية سنوات. اولا السيد بشير العكرمي كان يرفض الحديث راه هو. عند كلف حق. كان يرفض يرفض الحديث. عندما اقتنع انه يتكلم كان ذلك في الوقت الضايا. هو مراد صغيدي نجم يعطينا الشهادة. صحيح؟ 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 لا لا اه من اللول مش في الوقت الضايا من اللول وقع الضغوطات كبيرة ومراد نجم اي اكد هم بعض الوقت اللي عودنا لمرة ثانية اه انتهت به في اه مركز الايقاف في اه بوشوشا. اعتقد انه بشير العكرمي هو ضحية ايمانه بصيفته كقاضي التي تحول دونه ودون البنز دونه ودون الظهور دونه ودون الحديث في مواقع في البلاتوات وفي الاستوديوات. غلط. غلط لانه مشي حقه في بطن. واليوم بشير العكرمي عنده عام حل ثقاف. اه موجهت له ملفات جرائم على غاية من الخطوره بقدر ما كانت الجرائم خطيرة بقدر ما كانت الملفات تارغى. كيف سمعنا رانا اكلام بالادلة والاثباتات هيئة الدفاع عن الشهيدين وحدها كجهة قدمت اثباتات بخصوص تلاعب بالادلة في قضايا الاغتيال شكري بالعيد. لا لا بل اي مذبية سمحني اي مذبية وضح نقطة ثم تقرير اي صادر عن اه التفاقد. تفاقد اي بالتجاوزات. بالعكس. لا لا. التقرير لا يكفي لوحده. ليقرر بالتجاوزات. هذا التقرير تقرير تستجد به بتاع تفاقدية وزارة العدل. هل انت مالك يا. فضل. 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 هذا التقرير. نعم. الى جانب انه آآ آآ كل استطباعاته ألغيت. نعطيك مثال مثلا. مثلا. المحكمة الادارية. دوار دوار المجتمع. باي. ثمانية طعون ضد هذا التقرير ثم اجيت في اللخر قالت. يكفي. لانه لم اعد في حاجة الى قبول مطاعنا اخرى. عطيتك هذه الفكرة اللي ما تخرش مع الاسف في الاعلام. قد تكون معنتها معقدة شوية. ولكن ما تخرش في الاعلام. يعني المحكمة الليداريتها بتقول برأت البشير العكرمي من التجاوزات لأقرها تقرير تفقد بتاع وزارة العدل. بتتبيع. بتعطيك حاجة اخرى. الذي حرر هذا التقرير. اولا. اعفية مع مجموعة القضاء السبعة وخمسين في جوان الفين واثنين وعشرين. هذا ما يتقالش. اثنين. هذا القاضي لماذا اعفية؟ اعفية لانه هناك تتبع جزائي ضده من اجل تجميل فيه. لحقائق. ووقايا في تقرير التفاق. عبون. احوو شكشوكها عاد هك. من جيها من جيها تتهموا سيمو حامد علي. سيمو حامد علي بربي خنفة. ماذي يشكشوكشوك يا زادا. مجيها مجيها. من جيها تتهموا انه بشير العكرم ينلخص هنالك في الاخر وضحية السلطة التنفيذية. ومنجيها تقولوا انه فما قاضي من القضاءات المعفيين. اللي اللي. اللي يعفيتهم السلطة التنفيذية كما تقولوا زادانتوما. اه? معناها متهم تم اعفاعه على خطره دلس على البشير العكرمي. ها يا سيد يا. شنين الفوضى يا بي? ايه يا شكشوك هاتوما قلتان. اه? اما ترى. اذا ترى نخذرولها بشوية بشوية. ترى? انت يا قاضي فلان فلاني. اللي استعملنا خدمتك لي. ازاحة البشير العكرمي. اه. ما استعملوا الان مرتكبته ضده لازاحتك. واو. هذا الدرس الذي كان في رأيي للقضاء فلن يطاعدوا به. لكنهم لم يطاعدوا بذلك. ونقولها مرة اخرى. السلطة التنفيذية في دول العالم اجمع. وفي اعتى الديمقراطيات تسعى دائما لي. لا يقولوا لتضع يديها لتبصد يديها القضاء. لا. لك على الاقل بيش يكون عندها اكثر. اه مجال للتحرك. نعم. واقول انه اليوم اذا كان القضاء في الوضع اللي هو فيه. ارى هم مش بالسلطة التنفيذية بقدر ما هم القضاء تتكش. لانهم. ما فهمي ستة الاف ميلف بتاع ارهيب. باش اللي عاكم يحفظهم. ما فهميش. لا لا اجم تنسالك ميجيب. اه. ما فهمي ستة الاف محضر هدوما. جاء المتفقد يدعي انه احصاهم في ساعتين. وهي مسلة مستحيلة. اثنين. البارح في اللجنة في في اله في الكونفيرانس بكريس. بينا. شو اللي فهمي. يجب تفرموا زادا نقاط فنية واجرائية. المحاضر جي للقطب الارهاب من الجمهورية الفنسية الكل. التي يجتم فيها الارهاب. تخلط تتقرار من قبل المساعدين رو مش من قبل البشير العكري. وتوبعوا جانبا عندنا لا تشكلوا اي تأهمية. ونعطيك ليش. اعطيني من بين الستة الاف محضر مزعوم. واكد على كلمة مزعوم. اعطيني واحد خرج منه الهيب. ما فهميش. فقط هي كانت. به. رغبة. من الذي آآ آآ كلف بالتفاقد. لي آآ آآ اسباب. اجهلوها. سي محمد علي. انا ساترجيك. انو الموضوع مهم ونحب نواصل زادا معاك في برشة توضيحات. عندي اخبار آآ آآ نعاودو نتصلو بيك بعد المتيو بعد الاخبار على خاطر نحبك تجاوبني. ما فهميش كانت تقرير تفقد. قصة اخفاء الادلة في قضية شكري بالعيد. قصة السيارة. ممكن. ما معناها هذه. ما على. وهي حجزة. به. هذي وكل. وبقية. وبقية التفاصيل. الذي لم يجرى وهو اجري. وبقية التفاصيل المتعلقة باللسلة المطروحة. لم يكن السيد بشير العكرمي. اداة في يد الحكم. ساءت حينها. الحكم اللي حكم حينها. اللي حكمت من خلاله حركة النهضة. اداتها في القضاء. هل تنفونا ذلك؟ ام لا؟ هذا الكل بش نعطيك فيه الوقت كامل. لكن عاودو نتصلو بيك سي محمد بعد اذنك سي محمد علي غريب. الاستقناف الحديث في الموضوع هدايا. قبل ما نعطي تاول المتيو. وبعد الاخبار. نحب لقول المستمعين ما تنساوش بعد الثمانية عنا موعد مع الربح. اي نعم تتصلو بينا. للناس اللي تحب تفوز معنا بهدايا قيمة على الرقم واحد وثلاثين ثلاثمائة وثمانين الف. نعاود للربح تتصلو بينا على رقم واحد وثلاثمائة وثمانين الف. في انتظار مكالماتكم. يلا. يا فام متيو. سباح الخير. سباح الفل على مستمع.